تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفيسبولت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المهتبة حان الآن والأوان نتكلم عن الفريق الذي لا يقهر عن الانفنزيبنز عن أرسنال بطل دوري 2003-2004 بدون أي خسارة الفريق اللي حمل الكأس الذهبي الوحيدة في تاريخ البريمير ليغ عن رجال أرسنفينجر الأكثر تميزا عن أهم إنجازات المدرب الفرنسي اللي بيفتخر فيها للأبد 100% حضروا حالكم معي لقصة طويلة شوي فيها تفاصيل كثيرة مفاجآت صعوبات وأفكار غريبة جابت نتائج ذهبية رح نحكي القصة من أربع زوايا حسرد معكم المباريات لازم أحفظ معكم المباريات عشان تعيشوا ذلك الموسم وبعدين رح نحكي عن سر قوة ذلك الفريق وبعد ذلك حنحكي ليش ما فاس لا بدوري أبطال ولا كأس في ذلك الموسم وفي النهاية حصدومكم بشيء حصل مع تاريخ في نهاية ذلك الموسم بسم الله نبدأ قصة آخر لقب دوري فاس في أرسنال الأرسنال اللي بتشعر أنه بعد ذلك اللقب أشبع قالك بديش ألقب دوري هذا بكفيني وبعيش عليه عشرين تلاتين سنة هذا دوري ما جابه حدا غيري القصة فعليا ما بدأت بموسم 2003-2004 بل بدأت بالموسم السابق بموسم 2002-2003 أرسنال دخل الدوري وهو حامل اللقب ومان يونايتد مع فريكسون بده يستعيد اللقب في الجولة 24 كان عم يحدى في الأرسنال بها تريك لاتيري هنري في مرمى وست هام ومكان معناها بتصدر الدوري على مان يونايتد في موسم 2002-2003 بفارق خمس نقاط وحافظ على هذا الفارق حتى الجولة 29 في الجولة 30 اتعرض أرسنال لصدمة بيخسر مع بلاك بيرن بهدفين مقابل لا شير في الجولة 32 كولوتوري بتسبب بهدف عكسي في شباك أرسنال وبيأدل التعادل واحد واحد مع ستون بيلا ما بين الجولة 30 والجولة 32 ضيع أرسنال خمس نقاط اللي كان متصدر فيهم مان يونايتد أصبح متساوي معه بالنقاط لكن ما زال فارق الأهداف لصالح رجال أرسن فينجر وفي الجولة 36 حتى الدقيقة 74 أرسنال متقدم على بولتو الـ 2-0 الأمور تحت السيطرة حيقدر يجيب اللقب كما يبدو لكن آخر 16 دقيقة الفريق اتلقى هدفين ومنهم الهدف الثاني أيضا عكسي من مارتين كير هذا معنى أنه مان يونايتد تصدر بفارق نقطتين الفريق انهار ذهنيا في أخر الجولات وخسر مع ليدز ليصبح الفارق خمس نقاط في صالح يونايتد اللي توج فيهم بذلك اللقب في ذلك الموسم كان نيستر روي هدف الدوري بـ 25 هدف ومقابل 24 هدف لتيري هدف لكن في ذلك الموسم أيضا حقق الغزار الفرنسي رقم قياسي بصناعة الأهدف 20 صناعة هدف نهاية موسم مؤلمة مخيبة أهداف عكسية هدف بدقيقة 90 هون وأهداف عكسية هون ضيعت هذا الدوري الفريق جلس الفريق وقتها أرسنال كان فريق طموح ما بيرضى بالمركز الثاني مش زي الوضع الحالي موافق على المركز السادس لا بدي أجيب لقب بدي أرجع هرسل تجير تفكر وشاف عيوبه وبلش يحللها ويعالجها هو شاف أنه تسكيلته محترمة ممتازة تشكيلي فيها تيري هنري بيركم روبرت بيرس فيها الفرنسي ويلتون بإحدى مفاجآة يورو 2000 فيها جلبرتو الزيلفا لاعب الوسط البرازيلي الممتاز وباكريك فييرا القائد وفيها سور كامبل وكولوتوري وفيها أيضا أشلي كل أحد أفضل من لاعب ظهير أيسر في تاريخ إنجلترا كلها وفيها أيضا ليون بيرج على الجناح لأي من لاعب سويدي هو أفضل لاعب سويدي في تلك الفترة أيضا فريق قوي شو ناقصه ناقصه مركز مركزين فكر أرسن فينجر قال أول شي لازم أجيبه حارس أنا حقول لدي بيت سيمان اللي عمره 39 سنة شكرا يعطيك العافية كفيت ووفيت بدي أجيب حارس أرسن فينجر دور ووقع خياره على حارس عنده خبرة كبيرة يانز ليمن حارس دورتمود آنداك اللي فايز معهم بالدوري 2001-2002 ولاعب بذلك الموسم أيضا نهاية دور الأوروبي اللي خسره مع فنورد قال أنا بدي ليمن بيقول أرسن فينجر رفعت التليفون على يانز ليمن مباشرة نتكلمنا أكثر من تليفون يوم يومين ثلاثة كنت عارف أنه مركز الحارس لازم أختاره بعناعي قال فوجهة واحد واثق بنفسه متحمس جدا وعنده الخبرة وعنده الشخصية اللي بتلزمني فتعقدت معه دون تدخل أي وكيل أعمال بس هذا الصفقة بالتعاقد مع حارس كبير في العمر كان لازم يتخلي الحارس ستيورت اللي هو الحارس الشاب في أرسنال آنذاك هو الأساسي ويعطيه الفرصة طبعا للي ما بيعرف ستيورت في الموسم الماضي كان لعب 8 مباريات في البرمير ليج مع أرسنال كانوا مضيعين فيهم أرسنال عشر نقاط الحارس في كل مسيرة الكروية لعب 34 مباراة بريمير ليج أقل من اللي لعبهم ليمن في موسم واحد الإنجليز غانبين لما يفكروا لقدام صفقة ليمن تعتبر من أهم الخطوات نحو الفوز باللقب بدون أي خسارة أيضا تم إراحج أشلي كول جابوا له عمق لاحب إضافي جالي كليشي مقابل نصف مليون يورو فقط ثم استثمر أرسنفينجر مبلغ كبير في واحد كان يعتبر وقتها أهم موهب الصاعدة في إسبانيا الراحل خزي أمتونيو ريس دفع فيه 22 مليون دولار ما أراد مشاكل في العمق التشكيل وفي الدكة أرسل سيمن مجانا لمان سيتي وأعار برونك هورس لبرشلونا هذه هي صفقات أرسنال فقط لكنها خلقت شيء كبير وحتكلم عن شيء أخر خلق شيء أكبر في ذلك الوقت كان في نادي هو سوق الانتقالات بس إتشلسي عم بتمشي رأو بذلك الصيف من أبرامو بيت ومواشرة ببلش يشتري هاتولي فيرون على كريسبو وعطوني وين بريج ووسكوت بارك وداميان دف اللي كانوا من أهم اللاعبين بخارج الأندي الكبرى في الدورة الإنجليزية وما ننسى أنه جاب موتو مكان اللي كان مسيطر على الإعلام وعلى أجواء السوق لكن أرسنفينجر ما وقف لهون وكان مصمم أنه بيقدري نافس جاء بأفكار جديدة كله توري كان يلعب بخط الوسط رجعوا قلب دفاع وبروي أرسنفينجر بيقول رحنا نلعب مباراة والديم مع مشكتاش اللي كان مدربه من رومانيك كبير والشهير لوسيسكو قال فقلت له لو سمحت أثناء مباراتنا مع بعض خلي عينك على مدافعيني وقل لي شو رأيك فيهم قال بعد المباراة إيجاني لوسيسكو وقال لي دفاعك قوي باورفول فقال أنا عرفت أني قدرت أخلق الآن بتغيير مركز كولوتوري لقل دفاع واحد سريع وقوي مع واحد قوي وخبير اللي هو سول كامبل فكان عندي قطارين في خط دفاع لا يمكن المرور منهم وأيضا كان في تحويل مركز آخر لللاعب الكاميروني لورين إيجا يالله أنت ضهير أيمن لورين قال له لا أنا بلعب بالنص وبلعب على الوسط اليمين شو ضهير أيمن قال له لا أنت ضهير أيمن وبقول فينجر كل أسبوع كان يجي لي لورين مرة تانية يقول لي أنا مش ضهير أيمن أنا لعب وسط فبقول له لا لا أنت ضهير أيمن أنت مش عارف حالك أنا عارفك وفعليا أرسل فينجر كان عالف رورين أكثر من نفسه فقدم موسم ظهير أيمن خارق في موسم 2003-2004 يعني باختصار أرسل غير دفاعه بفكرتين من أرسل فينجر لورين كولو توري نبدأ الآن بسرد المباريات معلش حدخل فيهم شوي بالتفصيل لأنه لازم تعيش القصة عشان تعرفوا قيمة ذلك الإنجاز الأسبوع الأول أرسل مشى بهدوء فاس 2-1 على إيفرتون مش كتير فيه ضجة بهذا الانتصار انطرد له سور كامبل لأمور تمام الجميع انتصر من يونايتد تشلسي أرسل في الجولة الثانية حتى الدقيقة 22 أمام ميدال إزبرا أرسل بتقدم 3-0 وبيعلن عن نفسه أنا قادم أنافس عن لقب وفي نهاية المباراة فاز أربعة لكن أيضا تشلسي ومن يونايتد فاز وبداية دوري قوية بين ثلاث فرق أربع جولات متتالية أرسل عم بفوز أصبح الناس تعتبروا منافس عن لقب في الجولة الخامسة مفاجأة عم بسقط مع بورتسمون بتعادل معهم ثم جاءت الجولة ستة الجولة التاريخية الجولة الحاسمة أهم جولة في كل الجولات اللي حاكي لكم عنها المباراة مع مان يونايتد في أورت ترافورد مباراة تكتيكية مسكرة فيها فرصة فرستين فقط تقريبا أنا أذكر حضرتها مع أصدقائي لليوم بذكر تلك المباراة وبذكر أنه يعني يا دوب كمناها وشوي بنا نلعب شدة وشوية نهي بس خلصنا من هالمباراة ما فيش كثير فرص حتى جاءت الدقيقة ثمانين كرة عالية باتري كافيارا بحاول يقطعها لكن بيجي فوقو مستور روي بوقع فوقو باتري كافيارا ما بيمسك أعصاب وبيعتبر مستور روي تعمد الاحتكاك فيه بحاول يركله لكن مع بطاقة صفرة الحاكم على طيب بيعطي البطاقة الصفرة الثانية وبيوترود باتري كافيارا وبالدقيقة تسعين كرة عرضية من قارينيبل مارتن كيون بيحاول يدافع بروح ماسكي المهاجم وبحطه بالأرض ركلة جزاء لما يونايتد حتى انتهي قصة اللي فريق اللي لا يخسر قبل ما نعرفها لوقتها ما كان حدا يتكلم انه أبسنا الحي خلص الدوري بلا خسارة لساتنا بيتكلم بتجو للساتسة مستور روي بروح يشوت مستور روي الهداف مستور روي الهداف الدوري وأمامه ليمن اللي كان عم بتحرك بشكل غريب عند القائم من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين بحاول يشتته مستور روي بحط كل قوته ربما أكثر من اللازم شوي نتيجة استفزاز ليمن وبيضرمها بالعرضة وبترجع الكرة وأرسينها لما بيخسر وقتها مارتن كيون ذهب إلى مستور روي ونط أمامه ونط فوقه وصار يصرخ بوجهه لمستوى انه بقول مارتن كيون لما روحت على البيت ولادي بيقول له ما لك يا با شو اللي عملته هذا الإعلام الإنجليزي حاول يقتل كيون بتلك اللقطة لكن أرسين فينجر بهدوقه رفض يصرح طلب من اللاعبين ما يصرحوا وقال لللاعبين انسوا اللي صار فكروا باللي قدام هذه المباراة صار فيها خلافات كثير صدمات كثير بين اللاعبين وديم سبع لاعبين بسوء السلوك وتم تغريمهم ماليا وسميت حتى اليوم بمباراة معركة الأوردي ترافول نتيجة التوتر ونتيجة اللمسة التاريخية اللي حصلت ببلنتي نيستر روي اللي لو لا ما كان في قصة اليوم عنا نيستر روي حتى اليوم لقطته هذه الفيديوهات اللي تنزل على اليوتيوب بتجيب ملايين لأنه اللي عاصروا تلك اللحظة بيعرفوا انه لو لاها ما فيش انفينسيبلز مباشرة أرسينالي بيغلب نيوكاسل في الجولة البعدة 3-2 ونستر روي بيقوم بردة فعل عظيمة أمام لستر وبيسجل ثلاث أهداف مانيوناتد بالثقة هدافي معي ما بتأثر بركلة جزاء ضائعة وبفوز مانيوناتد أيضا في الجولة الثامنية أرسينالي بيغلب ليفربول في أنفلد 2-1 عبر هدف حاسم من روبرت بيريس لكن الفريق الذي لا يقهر لم يكن لا يقهر حتى تلك اللحظة ما كان الناس شايفينه بتلك القوة في الجولة التاسعة والعاشرة عم بيتعادل ومع مين؟ مع بيرمينجهام ومع تشارتون يبدو أرسينال حيضلو يتعادل كثير هذا الموسم مش حيجيب اللقب ثم جاءت مبارتين شحنة أرسينال معنويا انتقم من ليدز أحد أسباب خسارة الدوري الموسم الماضي صحقوا أربع واحد في ملعبه ثم قلب النتيجة على توتنهام وهزموا 2-1 في ديربي لندن وفي الجولة 16 كان أرسينال عم بيلعب أمام بلاكبرد أول سبب بخسارة الموسم الماضي لكن كولوتوري عم بقوم بعمل بطولي وعم بيدفع وعم بيضرب هذا وبيدخل بهذا وبيدخل بالكرة وبمررها بيلقاها بيركم بيع بقريته بيهدوءه لمسة على الأرض هدف لأرسينال بفوز فيه على بلاكبر ثم تعادل مخيب مع بولتون الذهاب كثير في تعادلات مش متوقعة مش مبررة في البوكسين داي أرسينال بيهزم وولفر هامتون 3-0 هدفين لتيري هيري ثم في المباراة الأخيرة في عام 2003 وكانت مباراة نهاية مرحلة الذهاب أسست رائع من تيري هيري روبرت بيريس بسجل هدف الفوز على ساو ثامتون وللعلم وقتها روري دي لاب لاعب رميات التماس الشهير مع ستوكويل اللي جنن أرسين فينجر كثير في مسيرته كان يلعب مع ساو ثامتون لاعب كانت رميات التماس تاعته ضربات حرة مباشرة انتهت مرحلة الذهاب أرسينال ما خسر بس ما أبهر الناس ما شافته نواو لأنه ليش اتهم فيها أرسين فينجر أنه أعطاه عروض منها أنه يصير مدرب حراس المرمى وأنه مستحيل يكون الحارس الثاني بالفريق وأعطاه انتقادات معينة قال دفعني إلى الرحيل ثم يعني بشكل أو بآخر دافع عن فكرة أنه ستوارت لازم يكون الحارس مش ليمن حاول الإعلام الإنجليزي يعمل فوضى حول هاي التصريحات كانت التصريحات لمجلة 442 لكن أرسين فينجر طنش وركز بفريقه بس وفي بداية السنة أرسينالي بيتعادل وبصير الفرق بينه بين مانيونايتت ثلاث مقاط ثم هزم من الإزبرا ثم كانت في جولة 22 مباراة مهمة للغاية في تتويج أرسينال ذلك الموسم لاعب اسمه كينيميلر بسجل هدف مرمى مانيونايتت وبقود فريقه والفرهامتون للفوز بهدف مقابل لأشيء هناك أرسينال مسك الصدارة ومن هناك أرسينال ظلوا مسكها لنهاية الموسم وذلك بفضل هدفين سجلهم تيري هنري في أستون فيلا وعشان تزيد روعد انتزاع الصدارة كان تيري هنري عم بسجل ركلة حرة مباشرة ماكرة غدارة 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 فعلا في المباراة اللي بعدها عطول هنري بده يبهرنا أكثر وأكثر صاروخي رائعا في مرمى مانسيتي بتقود فريقه للفوز 2 واحد أرسينال مسك الصدارة وقرر ما يفلتها هنري في ذلك الموسم بتلك الفترة تحديدا كان عم بيرخص ما كان عم بيلعب كان عم بيستعرض كان عم بيقول للعالم أنا تيري هنري ثم فوز 3 واحد على أول فرهامتون ثم تيري هنري بسنجل في ساوثامتون وبقود أرسينال للانتصار في تلك المباراة ضع ما يمكن وصفه ربما أجمل هدف في تاريخ تيري هنري راوغ اللاعبين براسه دخل منطقة جزء وراوغ لكن مرت بجانب المرمى راح تقوله زهكتنا بتيري هنري لأنه الموسم ذلك كان قائم جزء منه كبير على تيري هنري أولا لأنه في الأخير حتنصدمه باللي صار في تيري هنري في الجولة الـ 26 كانت جولة التتويج الحقيقي تشيلسي بيتقدم بهدف مقابل لشاء بعد دقيقة واحد على أرسينال بيركم هنري مدافعين تشيلسي قويين ماسكينهم لكن فيه اتنين ما كانوا قادرين يتوقعوهم باترك فيارا بالدقيقة 15 بعد أسس جميل من بيركم بسجل التعادل وإيده من ركنية في الدقيقة 21 بيعلم للانتصار لأرسينال بيعلم الفارق صار مع المركز الثاني سبع نقاط وفي الجولة اللي بعدها مانيونيتيت تعثر وتقدمت شيلسي عشان السير الثاني وفي نفس الوقت صار الفارق تسع نقاط الأمور حسما للدوري لكن ما حسما شيء آخر جولة 27 باقي 11 جولة كثير مهم أرسينال ما يخسر لأنه بإيده صناعة التعريف في الجولة 29 كان في استعراض أسستات جميلة من أرسينال أدى للفوز 2-1 على بولتون مرة الأسس من بيركم ومرة الثاني من تيري هنري ثم جاءت مواجهة مانيونيتد هالمرة في ملعب أرسينال لمواجهة جاتهادي بدون مشاكل نتيجة 1-1 نتيجة أرضة الجميع يونيتد ما يخسر في الذهاب والإياب مع أرسينال وأرسينال لسه ما خسران وبيقدم أكثر وأكثر نحو لقب الدوري وبله مشاكل وبله عقوبات في الجولة 31 الصفقرية ينقض أرسينال من الخسارة وبيسجل هدف على الطاير في مرمى بورتسمث وبقود الفريق للتعادل 1-1 في الجولة 32 واحدة من أهم مباريات تيري هنري هاترك في مرمى لي بربول وبقود فريقه للفوز 4-2 الأمور مضت بهدوء حتى الجولة الأخيرة ثم جاءت مواجهة لستر سيتي لستر مطالب بالفوز عشان ما يهبط وأرسينال ما عنده شي يلعب له إلا لقب أنه يجيب دوري بلا خسارة الشوط الأول ظهر فارق الحافز لستر أقوى لستر بتقدم بالدقيقة 26 لستر أكثر حماسر أكثر روحا ثم دخل لعبي أرسينال لغرفة تغيير الملابس وكأنهم بتسألوا أنهم بدون مش يهبطوا أحسن مما أن أجيب دوري بلا خسارة ثم كانت كلمات أرسينفينجر الشهر قال لهم أنتوا جبتوا اللقب لا نقاش لكن في 45 دقيقة قادمات أنتوا بإيدكم تكونوا خالدين وهذا اللي حصل نزل أرسينال في الشوط الثاني وأصبح خالدا وفعز 2-1 ركل الجزاء تيرهيني بدقيقة 47 ثم بات ريكفيارا بدقيقة 66 بيعلم نهاية القصة برقب دوري بلا أي خسارة بفريق اسمه في اليوم الثاني صحيفة غارديان بتكتب عنوان أرسينفينجر أتكى مدرق في عالم كورت القدم طبعا تم منح الفريق الكأس الذهبي الشهير اللي هو بس أخذها الأنجاب الدوري بلا أي خسارة وأيضا تم منحه لقب إنفنسبلز اللي هو معناها لا يقار وهذا اللقب كان بيحمله فريق زماني كثير في سنة 1889 برجع عيد 1889 يعني القرن التاسع عشر كان في فريق اسمه بريستون نورث اند جاب الدوري الإنجليزي تخيله متى بلا أي خسارة ومن يومها حتى 2004 ما قدر حدا يعمل اللي عمله أرسينال وللعلم سلسلة عدم خسارة أرسينال في الدوري كملت حتى الجولة 49 هناك خسر بعمال ينافت بهدفين ولا المصادفة أول هدف سجل يونيتد كارك لجزاء من نيستور روي طيب شو سر ذلك الفريق الرهيب 90 دقيقة أقوى هجوم أقوى دفاع بلا خسارة إنجاز تاريخي أحد أهم نقاط قوته لما نيجي نجوف المباراة تلك الفترة الحركية الأكبر اللي كان يلعب فيها أرسينفينجر كان ندرك إن كنت القدم بتصير حركة أكثر مرر وتحرك في مساحة هاجمها كان أرسينال يلعب هذا الاسلوب غير عن لعبين الأندي الإنجليزية معظمهم الآخرين اللي بتحسهم بلعبوا على الكرة أكثر مش على المساحات كان أرسينفينجر شاف الموضوع قبل الآخرين وسبقهم إليه وفق كل ذلك كان فيه لعبين كثير سريعين بالفريق سرعة حركة الموضوع كثير مرهق تلعب ضدهم أيضا خطة أرسينال نتيجة وجود هنري بيركن بالأمام كانت مش قادرة تتوقحها تلعب 4-4-2 على الورق لكن بأي لحظة ممكن تصير 4-2-3-1 بأي لحظة ممكن تصير 4-4-1-1 الفريق كان قادر يشكل نفسه ويغير نفسه حسب مجريات اللقاء فالمدرب كان مضطري اللي يواجههم يحضر لأكثر من الخطة وهو حظه فق كل هذا مكينة أهداف واحد من أحسن لعبي العالم في ذلك الموسم اللي لم يكن أحسنهم تيري هنري وأيضا خط دفاع رهيب جدا خط دفاع في القوة البدنية والسرعة والخبرة والجودة ووراهم حارس خبرة ممتاز اسمه ليمن وقدامهم حيطين في خط الوسط باتريك فيارا وغلبرتوس الفا دفاع أرسنال كان جزء كبير من نجاحه في ذلك الموسم وعشان هيك أنا وأرسن فينجر عم بين هار أكتشي تاكنت قادر أستوعب يزلم أنت مش ذاكر كيف عملت قصة نجاحك الأولى بالدفاع القوي والهجوم الحلو أوكي بعد ذلك وهذا الفريق تميز أيضا بكثلة القادفين كان في يانز ليمن باتريك فيارا بيركم هنري كله توريش شخصيات قيادية قوية طبعا صحب تتعامل محلك لنفس الوقت بتحميك تحت الضغط يعني مقدر نحكي عن تشكيلة كاملة مثالية من الخبرة للدفاع للهجوم للقوة البدنية للشخصية القيادية للتكتيك المتطور لسرعة اللاعبين فريق مثالي لأي مدرب في الدنيا وفي مسألة حرام ننسعها أفراد أرسنال كانوا أذكياء كأفراد كانوا يعرفوا يستفيدوا من الوضع يستفيدوا من الفرصة المتاحة حتى غير متوقعة حتى لو مش محاضرين لها المدرب كانوا أذكياء باعتراف أرسنفينجر وباعتراف الصحافة الإنجليزية اللي كتبت في نهاية ذلك الموسم مجموعة أذكياء يقودهم ذاكي أيضا هو أرسنفينجر أيضا تم الكشف بعد سنوات أنه أرسنال إحدى أسباب تفوقه كان عنده برامج تدريب خاصة مختلفة عن أنديت البريمير ليك برامج لللاياقة البدنية برامج تغذية صارمة مش عخاطر اللاعبين شو يكنوا يشربوا كان من أوائل المدربين اللي تبنى هذول الفلسفتين البرامج الخاصة البدنية وبرامج التغذية الخاصة كان أرسنفينجر وبيقولوا أنه هو السبب بإدخال هذه الفلسفة كلها على الأنديل الإنجليزية فالكاتب الإنجليزي أوري بلات بيقول إنه الفضل مية في المية بأنه جعل هناك للأنديل قدرة على ضبط اللاعبين بدنيا وحتى من نظام الغذائي وبقول قالوا وداعا منذ ذلك اليوم إذا الاحتفال بكل فوز بمباراة بأطعم دهنية ومشروبات كحولية طبعا ولازم ما تنسى سياسة الانتقالات العبقرية اللي كان الفريق عم بتتابعها نتكلم كله توريبيو خمسين ألف اليوم برد ثلاثة مليون كليشي نص مليون تيري هنري بعد ما كان عم بيعاني باليوبنتوس أعطوه فرصة وحولوا مركزه لمهاجم وأيضا دينيس بيركم كان في أواخر معاناته بالإنتر كان عم بيجي أيضا متكلم باتة كبيرة معاناة في ميلا وبجيبو يعني كان عنده معين بالسوق مميز جدا فقدها أرسنال للأسف في السنوات الأغيرة وآخر سبب رح نحكي عن قوة هذا الفريق إنهم معظم اللعبين بلعب مع بعض سنين طويلة ولما أرسن فينجر يجي واجهة شيلسي في أول مواسمه مع برامو بيش قال إحنا بنلعب مع بعض إننا سنين إحنا انسجامنا عالي نوثق ببعض وبنفهم بعض وبنعرف إن حققنا إنجازات كبيرة مع بعض في الماضي هذي الألفة هذا الانسجام مع هذه الجودة مع التكتيك الصح بصير صعب جدا نتواجهه هذا الفريق تاريخي لمستوى إنه أرسنال اليوم بيطلع منه فلوس بيبيع قميص النادي حتى اليوم تاع 2003-2004 بيبيع وثائقيات بيبيع كتب عمل وثائق حتى جديد في عام 2020 ودائما بيستخدموا بالترويج لنفسه لمستوى منذكر إنهم شالوا حرف الأل من اسم أرسنال على تويتر بمناسبة ذكرى فوزهم بالدوري الإنجليزي بلا أي خسارة لأنهم أل في المزدال لوس ويعني خسارة هذا الفريق التاريخي مصدر الأموال الآن ليش محقق مطلعات أخرى في ذلك الموسم في الحقيقة في أكثر من سبب وخلينا ندخل كاسر التحدي الإنجليزي أرسنال وصل نصف النهائي بواجه مانشستر يوناتد اللي أصلا ما كان كثير بعيد عن أرسنال الموسم الباضي بطل الدوري والموسم الحالي متعادل معاق ذهب وإياب يعني المستوى مش كثير فارغ أرسنال خسر 1-0 خسارة أعتقد إنها طبيعية أمام فريق منافسة كبير طبعا سجل الهدف ولس كولز لكن وقتها ورغم إنها خسارة طبيعية أرسنال ضرب العرضة مرتين عبر باتريك فيارا وعبر إيدو وأيضا تيري هنري ما كان أساسي في ذلك اللقاء كما إنه شهد غياب أشلي كول عن المواجهة هذه المباراة رغم إنها بالكأس بوصفها جاري نيفل بإنها أهم مباراة في حياته لأنها ألقظت شكل من يونايتد من قدوم تشيلسي المرعب وأيضا من أرسنال اللي قاعد بيجيب الدوري بالأي خسارة خلت يونايتد كأنه بذلك الموسم لا أنا غلبت الذي لا يقهر والمشكلة اللي ساهمت بهذه الخسارة فإنه بعدها على طول كان في مباراة الإياب مع تشيلسي في دور الأبطال لقاء الذهاب تشيلسي وأرسنال انتهى واحد واحد في مرعب تشيلسي النتيجة طيبة لأرسنفينجر اللي خرج وصرح بعد ذلك اللقاء كان بإمكاننا نفوز اليوم لكن إحنا عارفين إنه منقدر نفوز في مرعبنا ذلك الموسم كان فرصة ذهبية أرسنال يجيب دور الأبطال كل الكبار بلاش يطلعوا الفرق اللي ظلت فرقة عادية وأرسنال كان قوي كثيره شخصيته قوية وخبرته الأوروبية كبيرة جاءت مواجهة الإياب مع تشيلسي فجأة الفريق بيدخل عنده برود غريب روحه القتالية شوي ضعيفة مش زي ما تعودنا عليه وتشيلسي بيحاول يضغط ولكن رغم كل ذلك استطاع أرسنال يفوز بشط الأول واحد سفر بفضل هدف ريس تشيلسي تعادل في الدقيقة 51 عبر الأنبر ثم في الدقيقة 87 وينبرج بلعب 1-2 مع جوديانس وبيهزم أرسنال الذي لا يقهر وبيخرجوا من دور الأبطال لحظتها أرسنال خرج من الكأس وبعدها بأيام خرج من دور الأبطال أوروبا الإعلام بلش يتكلم حيخسروا في الدورة في آخر المباريات لكنه تماسك أدار الأمور بذكاء تعادل هون وتعادل هون ومش مهم المهم نخلص الموسم وينكون للفريق الذي لا يقهر طيب ليش خسر مع تشيلسي الأسباب كثيرة البعض بلوم أرسنفينجر على إخراج تاري هنري بالدقيقة 80 لأنه أخرجوا ودخل بيركم بيقولوا هذا الشي خلت شيلسي الجرأ يهجم لأنه ما عاد فيه السريع اللي يضربهم بالدفاع بشكل واضح اللي هو تاري هنري أيضا المشكلة جاءت إنها المباراة بعد خسارة الكأس نفسيا وذهنيا هذه أول خسارة تتلقاه بالموسم بعد شهور من اعتياد عدم الخسارة الفريق ما لحق يبني نفسه ذهنيا ويتعافى قبل تلك المواجهة وربما يكون هذا السبب بردتهم في ذلك اللقاء إضافة أنه فينجر استخدم تبديل واحد وكأنه كان يفكر بالأشواط الإضافية فكر له قدام ونسل حاضر فقسر هذه معظم الأسباب بظروف كثيرة يعني إجت مع بعض أخرجتهم من دور الأبطال إضافة أنه تشيلسي كان فريق قوي أصلا يعني فريق كان بلش يصير قوي والسنة اللي بعده كان أقوى وأقوى لما جاء مورينيو بدل رانييري بخصوص كأس الرابطة طبعا إنسوا الموضوع أرسنال كان يلعب بالاحتياط من مباريات فعادي يطلع منه ومع ذلك وصل نصف النهائي البحر دائما بيقول منسيت الرباعية اللي حقق الرباعية أو منيونات 2007-2008 أقوى من أرسنال 2003-2004 ربما يكون محهم حق وربما لا لكن الأكيد أنه ما حققوا اللي حققوا أرسنال الانفراد التاريخي بالقرن الـ 21 اللي ما حدا عرف يعمله بالقرن الـ 20 وآخر من عمله بالقرن الـ 19 لذلك هذا إنجاز لا يجوز التقزيم منه لذلك هذا إنجاز فريد من نوعه يستحق الفخر فيه للأبد طيب شو المفاجأة اللي مع تاري هنري اللي حكت لنا عنها ببساطة وبكل قصة غريبة تاري هنري جاء في تصويت الكرة الذهبية الرابعة رغم كل الأهداف الجميلة وعددها وإبداعاته دفعوه ثمن ربما اليورو دفعوه ثمن ربما الحب البرازيليين أكثر لأنه رونالدينيو كان جاي تعويض شفشنكو عن 2003 حتى الآن الإنجليزي بيعتبروا هذه المسألة هي أسوأ سرقة في تاريخ الكرة الذهبية وأسوأ من السرقات اللي بمكن بيتطوش عليها جماهير أخرى في أنذي أخرى هون نوصل لنهاية القصة صبود ابتكار وعمل متراكم منسجم خلى الفريق يحقق شيء ما حققه غيره ربما امتسم الحظ إليهم أمام منستر روي ليميزهم أمام العالم إلى الأبد ربما ذلك لكن الأكيد إنهم كانوا فريق ملهم كانوا فريق مش بس انفنسبلز كانوا فريق ملهم للجميع غيروا كثير في شكل كرة القدم والنظر لكرة القدم والتدريبات في كرة القدم والنظام التغذية بكرة القدم والنظام الانتقالات بكرة القدم ذلك الأرسنال بضشته الإعلامية الكبرى أثر كثير على كرة القدم لذلك يستحق اسم أرسنال الذي لا يقهر بغض النظر عن وضعهم الحالي نوصل هنا نهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد العواد موجود فيسبوك توتر انستجرام وضروري جدا انتابويني على قناة سيفي سبورت في اليوتيوب وبنكركم تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم الأرسناليين وتتركوا لايك عليه أيضا شكرا كثير لكم والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى